اليوم سنة ونص من هذه الأزمة بالحد الأدنى هذه الأزمة الواضحة لأنه ربما الأزمة كانت ممتدة في الماضي البعيد أكثر ما هي اليوم السيناريوهات المقترحة والحلول المقترحة للأزمة اللبنانية من وجهة نظرك؟ جيد اليوم في فرد سيناريو أنا برأيي الحكومة اللبنانية ماشي فيه والسلطات اللبنانية بشكل عام ماشيين فيه اللي هو الخروج من الأزمة عن طريق التضخم يعني بدون يضلون يطبعوا ليرة كل شيء ما فيه الشعب اللبناني حاطت بالمصارف اللبنانية 113 مليار دولار بعد باقي مننا بالصندوق 17 مليار من 113 باقي 17 مليار أنا برأيي فيه نية اليوم لصته على السبعة عشر مليار المتبقية وكل حزب أو كل وزير خلينا نقول بدوا يجيب السبعة عشر مليار اللي جيبته وزارة الطاقة بتقولهم أعطوني 1500 مليار ليرة لنروح صرفها على 1500 عند المصرف المركزي تأخذ مليار دولار من هالسبعة عشر البقيين المهار التجار والمهربين يعني لا نية حقيقية اليوم لدى السلطة السياسية لحل جذري للأزمة وبنوي صحيح الطريقة فهني شو عم يعملوا فيها السبعة عشر مليار عم يتخانقوا عليها طيب إذا خلصوا مين بدوا ياخدها أخدوهن وخلصوا بيأخذوا الدهب وإذا بأكرة تطع لك نفط غاز بيأخذوا النفط غاز يعني ما في شي رحم وبالتالي اليوم في عن فإذا شو البديل شو بدون يعملوا الناس اللي حطين هولي المية و 13 مليار ودية الموجودين بالقطاع المصرفي بيراسهم بيطبعوا ليرة ويسحبوك إيهم بالليرة وبالتالي الليرة رح يدهور سعره والدولار رح يطلع لأنه احتياط الدولار عم ينزل وكمية الليرة عم بتزيد وسعر الصرف هو هو دين عندك احتياط ما بردين عندك ليرة إذا عم تزيد الليرة وعم تنزل احتياط سعر الصرف بده يدهور وبالتالي رايحين على إذا منكمل بالسيناريو الحالي رايحين على بالميتي 15 سنة طيب هناك من التضخم المفرط فيتين على سيناريو بيشبه زينبابوي بيشبه فنزويلا إذا من ضلنا ماشيين بهيدا التوجه هنا أنا بدي عم أسعر صرف معوم يترك الدولار يطلع وبطبع ليرة لسحب الناس مصرياتهم عظيب ما بيكون عم أسطي على مدخرات الناس وعم أسطي على تعب الناس الحالي لأن الناس هناك مراوحة واقتصاد ينزف ومواطنون أيضا يعني ينزفون اقتصاديا ومعيشيا وفي أمنهم الغذائي ولا يوجد إدارة وقيادة حقيقية لهذه الأزمة هناك حكومة لم تتشكل منذ ستة أشهر طيب إذا إجت اليوم حكومة سعد الحريري تشكلت فرضا هل الحل هو صندوق النقد الدولي لأنه المبادرة يعني اليوم إذا ما نقول المبادرة الفرنسية هي المبادرة الوحيدة إذا صح التعبير لحل الأزمة الاقتصادية في لبنان ومن شروطها الذهاب إلى صندوق النقد الدولي وتطبيق الإصلاحات هل صندوق النقد الدولي هو الحل في لبنان؟ جيد جيد جدا أنا برأيي أنه اليوم لبنان بحاجة لتغيير مسار وفي مسارات بديلة عن هذا المسار اللي هلأ وصفته اللي هو مثلا أحد المسارات البديلة اللي ترحطه حكومة حسن ديا وأنا برأيي ما كانت مبعيدة عن التنسيق مع صندوق النقد الدولي اللي هو أنه طيب بدل ما تشلحوا مصريتهم للناس عن طريق التضخم ليش ما بتعاملوا لهم هيركات بدل ما تاخدهم 12 سنة لتصفوا هالوديا عن طريق التضخم هلأ بتقولوا كل واحد عنده مساري بالبنك ما بقى عنده مساري بالبنك انتهى الموضوع بتكونوا حليتوا الأزمة بسنة بدل ما تاخدهم 12 سنة تتحلوها طبعا ما ممكن حلينا شيء نحنا بس منكون إذا بدك تصفية الموضعين صارت بشكل أسرع هيدا حال كانت حكومة حسان ديابلي الهيركة طيب اليوم إذا بدت تركب وبتالي هذا الحل التاني اللي أنا برأيي كمان سي اليوم إذا بدت تركب حكومة الرئيس الحريري إذا بيكون في عنده دعم من المجتمع الدولي يعني إذا صندوق إذا منصل لأتفاقية مع صندوق النقد الدولي هيدا الشيء بيفتح الباب لسادر لأموال تيجي من سادر هيدا الشيء بينعش الحركة الاقتصادية بالبنك وممكن أن تتحسن البلد ولكن ما بيحل المشاكل البنيوية للاقتصاد اللبناني يعني ما كنا عم نعوان مثل بالزمنات كنا كلما نجرب نقع بجورة نروح نتضيان من الناس اللي بيحبونا بعدنا عم نعوان نفس شيء مثل واحد مثل واحد سكارجي أو مثل واحد مدمن على القمار خلصوا مصرياته صار من دابرس أنه حلأ ما بقى حدا يوسع فيه بيوسعوا أكتر بيساعد الحريري بيعطون مصاري بس إذا بدنا نضل نعم فيهم من سيقوم فائدا بهذه الإصلاحات البنيوية لا لا نسألتنا مش عم بيحكي عن الشخص نعم نسألتنا عن صندوق النقد الدولي طيب يعني صندوق النقد لن يقدم لنا الوصفة البنيوية لإقتصادنا يقدم لنا المسكنات خليني نقول بهذه الطريقة إذا صندوق النقد الدولي بده يقدم لنا مصاري نعم مش لي مش كرميل نعم والإصلاحات كرميل أنه هو بيحب الرئيس فلين أو بيحب هذا الرئيس أكتر من هذا الرئيس يعني بعدنا محلنا نعم بس إجمالا صندوق النقد الدولي بيطلب إصلاحات نعم فإذا منعمل هذه الإصلاحات يعني صندوق النقد الدولي بده حل مشكلة الكهرباء مثلا هل الرئيس الحريري بيقدر يحل مشكلة الكهرباء منا بإيده بس إذا الرئيس الحريري بيقدر يحل مشكلة الكهرباء إيه إنه طبعا في تلغض إذا اليوم الكهرباء'T تخسرني مليار دولار بساني Saying اليوم الكهرباء مسؤولي عن نص دين العالم عن، تقريباً 47 مليار دولار من أموال الموديعين هدرت على الكهرباء... 47 مليار دولار من أموال الموديعين هدرت على الكهرباء طب بكرة إذا تشكلت حكومة وإجاء الرئيس الحريري قبل يعمل إصلاحات هل بدنا نرجع إنني إذا ما تمضو لي على موضوع الكهرباء ما بمرقلوا ان الإصلاحات或 اكتشتغي أيني نحن اليوم في تركيبة سياسية في البلد أنا برأيي بتصععي بالقيام بالإصلاحات وبالتالي هي يعني النظام السياسي هو الذي أنتج هذه الأزمة الاقتصادية دكتور باتريك طبعا الهدر طبعا وطول ما هذا النظام وهذه التكوين وهذه الصيغة السياسية موجودة طول ما نحن في لبنان سنبقى في هذه الدوامة اللي عم جري بقوله أنا مش بالضرورة اللي عم جري بقوله أنه طريقة معالجة الأزمة حاليا عن طريق تعويم سعر الصرف اللي هو يبقى تجاه صندوق النقد الدولي ما بتناسب النظام السياسي اللبناني لا تتناسب معه هذه رشدة صندوق النقد الدولي بتمشي على دول تانية على دول في فرد واحد بياخد القرار والكل بيمشي رشدة صندوق النقد بيمشي بس رشدة صندوق النقد ما بتمشي على الواقع اللبناني لأنه في لبنان منا مثل بقية لبنان مش هكي أنا برأيي هناك ديمقراطية توفقية حتى بالفساد إذا ما كل واحد بيكون عنده مصلحة شخصية من حيالة قرار بده يتخذ ما بيتخذ القرار وبتكتروح يترضي 7-8 كل واحد بيكون قابد شيء أو حاصل على امتياز معين لا يقدر يمشي القرار وبالتالي صعب كتير يمشي باللبنان أنا برأيي إصلاحات على طريق صندوقنا الدولي مشان هيك لازم نفكر من خارج الصندوق ومشان هيك أنا برأيي الحل الوحيد للأزمة اللبنانية هو عن طريق مجلس نقد هلأ فينا نعمل مجلس نقد الأفضل أن نعمل مجلس نقد بالتعاون مع صندوق النقد الدولي هيدا بيكون الأحسن باكتج ممكن نيأخذه ولكن صندوق النقد الدولي واحده بلا مجلس نقد أنا برأيي رح يفشل باللبنان مثل ما فشل بالارجنتين ومثل ما فشل ببلدين تلك